هذا الحلاق واحد من ملايين الأتراك العاجزين عن سداد ديونهم التي تسبب فيها الإغلاق الكلي والجزئي للمحال التجارية خلال جائحة كورونا أوضاعنا صعبة جداً أغلقنا عدة أشهر ولم نكسب ليرة واحدة خلالها فاضطررنا للاستدانة لدفع إجارات محلاتنا ونحارب الآن من أجل سداد ديوننا نأمل أن يتحسن الوضع تقارير رسمية كشفت ارتفاع الديون المتعثرة للشركات والأشخاص للمصارف بنهاية يناير الماضي إلى نحو 110 مليارات دولار أمريكي عجز ملايين الأتراك عن تسديد ديونهم منذ قرابة عام دفع المصارف للجوء إلى القضاء لتحصيل قروضهم من خلال الحجز على الأموال غير المنقولة للمدينين بيانات نظام معلومات الشبكة القضائية التركية أظهرت أن مكاتب الحجز القضائي تلقت أكثر من مليون ملف حجز على الأموال خلال عام 2020 فيما فتح أكثر من 24 ألف ملف إفلاس يومياً خلال الشهر الأول فقط من العام الحالي بالطبع نعاني تعثراً مالياً رغم أننا كباعة لحوم ومواد غذائية الأقل تضرر من بقية التجار بسبب الإغلاق لكن شبح الإفلاس والمثول أمام القضاء كابوس يراودنا جميعاً تقرير لمعهد التمويل الدولي في واشنطن كشف مؤخراً أن تركيا تصدرت دول العالم في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال عام 2020 وبين التقرير أن تركيا تجاوزت الصين في عدد الشركات المفلسة بزيادة بلغت 14% مقارنة بعام 2019 ولمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد خصصت دول العالم أموالاً لدعم مواطنيها المتضررين من الجائحة لكن تركيا احتلت ذيل القائمة في توفير الدعم الاقتصادي لمواطنيها بتخصيصها 1.1% فقط من إجمال ناتجها المحلي وذلك وفق تقرير لنقابات العمال الثوريين التركية مهران عيسى سكاينيوز عربية إسطنبول